موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة الجمعة من ساعة صباح والتي نخصصها للحديث عن مكانة الأخلاق في الإسلام وكيف نعيد الاعتبار إلى دورها في مجتمعاتنا قد نجد مشاهدين الكرام شخصا لا دين له لكنه حسن الخلق إلا أنه من غير الممكن أن يوصف إنسان بالتدين ولا يكون من ذوي الأخلاق الحميدة الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم حين وصف دعوته قال إنه بعث ليتمم مكارم الأخلاق وعندما أثنى عليه رب العزة سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وصفه بقوله وإنك لعلى خلوق عظيم الأخلاق التي كانت تعد دوما مقياس تحضر الأمم والجماعات والأفراد هي موضوع حلقة اليوم من ساعة صباح ونبحث في موضوعها وعلاقتها بالدين ونحاول أن نعرف ما إذا كانت تشهد تراجعا في ظل نمط الحياة السائد اليوم وتطوراتها أيضا ما هي المنظومة الأخلاقية التي يجب أن تحكم الخلافات بل والخصومات يسعدنا أن يصحبنا خلال حلقة اليوم فضيلة الدكتور رمضان خميس أستاذ التفسير في جامعة قطر مرحبا بكم دكتور وننوه مشاهدين الكرام أنه يمكنكم المشاركة بأسئلتكم ومشاركاتكم عبر أرقام الهاتف التي تظهر أسفل الشاشة وعلى صفحتين الجزيرة مباشر على فيسبوك وتويتر كما يمكنكم متابعة البث الحي لهذه الحلقة عبر موقع الجزيرة مباشر مرحبا بكم دكتور الأخلاق هي الأخلاق تنمو كالنبات إذا سقيت بماء المكرمات كما قال الشاعر ولكن ما هي الأخلاق هل هي الدين هل هي السلوك الطيب هي البسبة في وجه أخيك هي أن يسلم الناس من لسانك ومن ما هي الأخلاق إذا أردنا أن نعبر عن ذلك بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله وحده وأصلي وأسلم على من لا نبيه بعده محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه اللهم إنا نبرأ من حولنا وطولنا وقواتنا ونلوذ بحولك وطولك وقوتك فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا قبضتها يا أرحم الراحمين أما بعد فشكر الله لكم أحمد هذه الصداقة الكريمة وشكر لكم هذا الاختيار المميز الذي تحتاجه الأمة المسلمة والعربية في هذه الأحوال الرحيمة وتحتاجه المجتمعات الإنسانية إذا أردنا أن نعرف الأخلاق ببساطة ويسر فهي تشمل كل الدلالات الكريمة التي تفضلت بها وقد عبر عنها العلماء بتعريف جامع مانع وهو هيئة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال بروية ورفق بمعنى أن الإنسان تكون عنده ملكة لا تصدر عنه هذه الأخلاق بتكلف ولا بتعسف وإنما تصدر عنه بروية ورفق لأنه صارت ملكة عنده صارت سجية وطبيعة فأصبح يتعامل مع الناس بالسماحة والابتسام واللين والمعاملة الحسنة لا عن رياء ولا عن مجاملة ولكن عن روية فهي صارت ملكة متملكة وهيئة راسخة في نفسه ونحن نتحدث عن هذه الخلال الكريمة في يوم عظيم أعظم الأيام وهو يوم الجمعة كيف يكون يوم الجمعة بالصلاة على سيد الخلق وهو فضل كبير معنا ساميا جميلا يتوقف الناس عنده بأخلاق الصلاة بأخلاق التعامل بأخلاق الذكر بأخلاق الصلاة على النبي في هذا اليوم العظيم أحسن الله إليك ولا حرمنا الله وإياك صحبة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقة في مثل هذا اليوم الأغر المبارك الذي تتنزل فيه الرحمات وتتنزل فيه البركات بكثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي للمسلم أن يتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون سلما هاشا باشا لينا هينا بساما ضحاكا أن يكون بسمة أمل وأن يكون واحد أمان لكل من يتعامل معه وبهذا يعيش جزءا من أجزاء أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم معجزة قدمها النبي صلى الله عليه وسلم للبشرية بعد القرآن الكريم أنه استطاع أن يربي جيلا يحمل رسالة الإسلام يقول غستاف لبون صاحب كتاب حضارة العرب إن الكل حضارة بشرية لابد أن تأخذ ثلاثة أجيال جيل المعرفة وجيل الخضرمة وجيل إقامة الحضارة وكان إعجاز محمد صلى الله عليه وسلم أنه استطاع أن يختزل الأجيال الثلاثة في جيل واحد فكان الصحابة هم جيل المعرفة وجيل الخضرمة وجيل إقامة الحضارة ولذلك يقول أستاذ محمد قطب عليه رحمة الله يعني مبينا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم والإتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم أنتج هذا الجيل الفاتح العظيم وماذا صنع محمد صلى الله عليه وسلم إنه استطاع أن يحول الفكرة والحركة إلى سلوك وعمل فطبع القرآن على صفحات قلوب أصحابه ثم قال لهم انطلقوا فعلمهم الناس وإذا رحمت فأنت أب وأم هذان في الدنيا هم الرحماء كما قال شوقش نعم الرفق كما أشرت دكتور مسألة أساسية الرفق بالحيوان الرفق بالإنسان الرفق في العمل في كثير من المسأل بمعنى هل الأخلاق هي التي تستدعي من الرجل الشجاعي ذي البأس والغلدة أن يكون لطيفا عندما يستدعي الأمر اللطف ويكون شديدا عندما تكون الشدة بمعنى كيف نقيم الأخلاق هل بمن نتعامل معهم حولنا كيف نجسد صورة الأخلاق الحقيقة هذا سؤال مهم جدا وهو معيار ثبات الأخلاق أو تغيرها الأخلاق تتغير بتغير تعامل مع الناس هذا له وجهتان الوجهة الأولى بعض الأبيات التي تفضلت بها والتي ذكرها شوقي يعني متألقا إذا رحمت فأنت أم أو أب وإذا رحمت فأنت أم أو أب هذان في الدنيا هم الرحماء وإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الأنواء وإذا خطبت فللمنابل هزة تعر الندية وللقلوب بكاو صلى الله عليه وسلم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلم المسلمين أن يكونوا في مواطن القوة أقوياء وأن يكونوا في مواطن اللين لينين فيجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويعني ينيخ نفسه كما ينيخ الجمل نفسه حتى يركب الحسن والحسين ويدخل أبو بكر رضي الله عنه أرضاه فيقول نعم الراحلة راحلتكما فيقول صلى الله عليه وسلم ونعم الراكبان هما وسيدنا عمر يقول ينبغي للمرء أن يكون في بيته عيلا وعيل يعني كلمة عمية لكنها فصيحة يعني سهلا يعني الأستاذ الجامعي في الجامعة ما ينبغي أن يكون في بيته هو الأستاذ الجامعي والعالم الكبير والرجل المشهور في خارج بيته لا يتعامل بهذا السلوك داخل بيته وإنما يتعامل بصفة الأبوة وصفة الإنسان وقد كان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم مع زوجاته مع الصغار مع اليتام مع كل الناس نعم الدكتور المشكلة أن المسلمين عندما يسافرون مثلا صيفا إلى ألمانيا يسألون أحدا في القطار في الأكشاك فيبتسم في وجوههم ويرشدهم وإذا جاء رجل إلى مدينة عربية تكشر أو كشر في وجهه نعم أريد أن أقول من خلال هذا النموذج هل الدين هو الأخلاق أم الأخلاق هو الدين ما العلاقة بينهما أليس مطلوبا من المسلم أن يكون نموذجا وهو يحمل هذه الرسالة رسالة سيد الخالق محمد صلى الله عليه وسلم وقد كان قدوتنا على خلق عظيم عليه الصلاة والسلام الحقيقة هم لخصوا هذا المعنى في عبارة وجيزة قالوا الدين هو الخلق فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين ولذلك الأساس الذي تقوم عليه كل الأديان هو الخلق القاسم المشارك بين كل الأديان هو الخلق بالإضافة إلى العقيد أيضا قيام التشريعات على الأخلاق كل تشريع من التشريعات الإسلامية قائم على الخلق والقرآن الكريم اعتنى بالأخلاق بصورة غير عادية ولم يسبق بها كتاب الله عز وجل حتى إنه في كل ركن من أركان الإسلام ربطه بالأخلاق فربط الصلاة بالأخلاق والصيام بالأخلاق والحج بالأخلاق والزكاة بالأخلاق اذكر مثلا قول الله سبحانه وتعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون اذكر قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم قوله تعالى في الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقوا وهكذا كل ركن من أركان الإسلام الغرض الرئيس فيه والمبدأ الأساس الذي يقوم عليه هو تحسين السلوك أن يكون هذا الإنسان إنسانا يعني يتخلق بأخلاق الله سبحانه وتعالى ولذلك عندما يعني يذكر شيخنا الشيخ محمد الغزالي عليه رحمة الله يقول قيل لأحد العلماء هل قرأت أدب النفس لأرسته قال بل قرأت أدب النفس لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وهو صلى الله عليه وسلم الذي يقول إنما فيما رواه مالك في موطئه إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق صلى الله عليه وسلم وكذلك كل مبادئ الإسلام تقوم على هذه الأخلاق فمن زاد على الإنسان في الخلق فقد زاد عليه في الدين مشاهدين الكرام ننتظر اتصالاتكم والنافذة مفتوحة لأرائكم ومعنا مباشرة محمد من السعودية مرحبا أخي محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله جمعة مباركة إن شاء الله بارك الله والله أخي نشوف أشيوخنا الله يجيهم على معنا إذا طلعوا التلفزيون طيبين ومن تحت سبحان الله صارش المساجد ولا يحنوا على يتيم ولا فقير ولا مسكين وسبحان الله البصر نفتح لك للكل قلب أهم نبقى أهم نفتحون القلب والعقل والبصر عشان ربي نصرونه على اليهود ونطلع مسجد الأقصى ونحن عنه التعام ونستغلونه من اليهود والكفرة والسلام عليكم وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا من خلق الإسلام أيضا ليس المسلم من نام وأخوه جائع وليس وليس يعني تعليق حقيقة بالنظر إلى واقع المسلمين أولى القبلتين وثالث الحرابين تحت أقدام اليهود نعم نعم نسأل الله أن نعجل بفك أسره وخلاصه الحقيقة هذا كلام طيب وهو كلام في عمق الهدف وفي الجانب العمل الإجرائي فالأخلاق من ناحية الثقافة والعلم والمعرفة ليست هي المرادة في الإسلام ولكن تنزيل هذه الأخلاق على واقع الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس بالمؤمن من بات شبعان وجاره جائع وتواترت الآيات والأحاديث التي يعني تدل على هذا المعنى والتي تؤكد أن الإنسان يصل بحسن خلقه درجة الصائم لا يفطر والقائم لا يفطر فليس هناك أعلى من هذه الدرجات ومع ذلك يصل الإنسان بحسن خلقه إلى هذه المراتب أنا أعطي دكتور ما قبل الإسلام أو العصر الجاهلي كما قيل كانت ثمة قيم كثيرة ذكرها عن تمر جارته فيغض طرفه وكان حاتم الطائي وكان حتى السموأل وهو يهودي يعني هذه القيم التي كانت موجودة ما قبل الإسلام هل كان منبتها دين ما عقيدة ما أم هو الإنسان مفطور حتى وإن توحش في جانب ما تظل الخيرية في الإنسان مستمر الإسلام كيف رتب ما وجد وبناه هذا البناء إتمام البناء كما في الحديث الشريف أو التتمة كيف ظهرت الحقيقة يعني عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجد عند الناس أخلاقا أساسية أخلاقا إنسانية ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام الناس معادل كمعادل الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه ولذلك كان صلى الله عليه وسلم حريصا على البدء بدعوة بعض الأفراد لأن فيهم خصائص إنسانية عالية ولذلك دعا بأن يعز الله الإسلام بأحد العمرين لما فيهما من الصفات الخاصة الحقيقة لو أخذنا نموذجا واحد من نماذج الجاهليين قبل مجيء الإسلام لعرفنا مدى البون الشاسع والفرق الواسع بين ما يعانيه المسلمون الآن وبين ما كان عليه الجاهليون قبل الإسلام قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم خذ حضرتك مثلا يعني استرسالا على يعني بداية حضرتك الموفقة حاتم يقول وما من شيمتي شتم بن عمي وما أنا مخلف من يرتجيني وكلمة حاسد في غير جرم سمعت فقلت مري فانفذيني يعني واحد سبني فقلت لها سلاما سلاما فلن تجرحيني نعم فعابوها علي ولم تسؤني ولم يعرق لها يوما جبيني ويقول أيضا أماوية ألم تر أن المال غاد ورائح وما يبقى من الناس إلا الأحاديث والذكر غنينا زمانا بالتصالك والغنى يعني اغتنينا وافتقرنا صار وكلا سقاناه بكأسيهما الدهر فما زادنا بغيا على ذي قرابة غنانا ولا أزرى بأحسابنا الفقرون خذ مثلا حضرتك ابن أبي ربيع الذي يقول لبناتي وهو يحتضر وهما يبكيان عليه يقول لا تخمش وجه ولا تقلع شعر وقول هو المرء الذي لا حليفه أضاعه ولا خان الصديقة ولا غدر حاتم حاتم الطائي عندما أزر في معركة من المعارك وأتت إحدى النساء لتقول له قم فافصد لنا الناقة فلما قام عقرها فقالت خيبك الله لقد عقرتها ذبحتها أنا أقول لك افصدها اجرحها حتى نشرب من دمها بعد الشوي فقال لها يعني عندما لطمط لو ذات سوار لطمطني فصارت مثلا وعندما قالت له لماذا بحتها نبغي يعني طعامها فقال هكذا فصدي أنا هذا هو الفصد عندي نعم ولذلك أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على حاتم وعندما أتت ابنته الصحابية الجليلة سفانة وأخوها وأخوها بعد ذلك عدي ابن حاتم سفانة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد إن أبي كان يصنع وكذا وكذا فقال صلى الله عليه وسلم يا جارية إن هذه صفات المؤمن حقا ولو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه أكرموها فإن أباها كان يحب الكرم والله يحب الكرم يعني لمحة سريعة في هذا الجانب لأنه جانب الحقيقة موجع غني وغني ويستطاع أن يحتج ما الذي أضاف إليه الإسلام المدرسة المحمدية سيدنا عمر رضي الله عنه كيفما كان في الجاهل ثم كيف أصبح في الإسلام وما زال سيفه أيضا قوي هذا هو التغيير بعض الناس يظن أن التدين يصيب الإنسان بعد تدينه بالخنوع والخضوع والمذلة والاستكانة وبعض الناس يظن أنه بعد أن يلتزم أو بعد أن يسلم ستنقلب بالعكس هو يستفاد من حياته بأقصى درجة فالقوية في الجاهلية هو القوية في الإسلام ولكن قوته ستتحول من جانب الشر إلى جانب الخلق الكريم ولذلك الناس معادن كمعادن الذاهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقروا دكتور محمد هذه المعاني تبكي المر ويصعد شعره فخرا بما لدينا في الدين الإسلامي ولكن اسمح لي بعض المواجهة في المساجد تتخاصم الناس يختلفون من أجل هذا المكان ومن أجل الباب وقد ترى العجائب الحمد لله أنها قليلة هذه الصور والأشكال التي تسيئ إلى خصومات في المساجد خلاف مع الآئمة في بعض الدول العربية يعتدع للإمام يعترض عليه يعني كيف نسمي هذا أين خلق الإسلام قبل أن نقول الدين الحقيقة الناس تخسر بقدر بعدها عن دين الله عز وجل فإن الدين ليست اللحية الطويلة ولا الثوب القصير ولا السواك الذي يدور في الفم فحسب هذا من الهدي الظاهر من السمت الظاهرية إنما الإسلام هو الخلق ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين المعاملة بطريقة الحصر والقصر هكذا فكلما اقترب الناس من الإسلام كلما عزوا وسادوا وكلما ابتعد الناس عن الإسلام كلما ضعفت عزائمهم وخارت قواهم ولذلك يقول شيخنا الشيخ الغزالي عليه رحمة الله إن العرب لا تقوم لهم رسالة إلا على أساس دين ماذا كان العرب قبل الإسلام لا شيء وماذا عندما أتى الإسلام كانوا سادة الدنيا وماذا عندما يريدون أن يتخلوا الآن عن الإسلام واندرام الإسلام وتعاليم الإسلام سيكونون في آخر الأمم ما لم يرحمهم الله سبحانه وتعالى دكتور الصورة التي حاولت أن أقولها لكم في رمضان من بعض الخلافات ومن سوء العادات والتقاليد والسلوكيات بين المسلمين أريد أن أسألك عندما يختصم المسلم مع المسلم هل ثمت شعرة ما تنهيه بأن يتجاوز الحدود وأن يترك شعرة ما للرجعة نعم بدأ أن أسألك عن فجور في الخصام نعم كما جاء في حديث رسول صلى الله عليه وسلم يعني أوضح لنا ذلك دكتور رمضان الحقيقة هناك حد أدنى ويعني مستوى ما ينبغي أن يتنزل عنه الإنسان مهما مهما اختلف وللاختلاف أصلا أخلاق صحيح وللتنازع أخلاق وللحرب أخلاق صحيح ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا فيما صح عنه وقد رواه الإمام البخاري ومسلم رضي الله عنهما أن صفات المنافق منها أنه إذا وعد أخلاق وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر يعني إذا خاصم يعني أخرج ما لديه من أسرار مما كان مكتوما ففجر في خصومته وأخرج ما لا ينبغي له أن يخرجه ولذلك حتى إذا عدنا مرة أخرى للجاهليين ويعني آدابهم وتراثهم وعمر رضي الله عنه يقول الشعر ديوان العرب فهو سجلهم وتاريخ حياتهم عندما كانوا يختلفون كان هناك حد للتعامل كان هناك حد للتعامل عندما كانوا يختلفون دكتور رمضان اسمح لي أخذ هذه المشاركة الطيبة أبو الوليد من الأردن مرحبا بك أستاذ مرحبا بكم السلام عليكم عليكم السلام مرحبا أخي الكريم بكم فلذلك أقول أنه كيف نعيد الأخلاف يعني أعتبارها لكي تصبح السجية من السجاية التي توقبناها هو أن تثبت الأخلاف بالحياة العملية الإسلامية والحياة العملية لا يمكن أن تكون إلا في ظل دولة تطبق شرع الله لأن الأخلاك إذا تركت لوحدها هكذا يعتريها نوعا من التزييف والتحريف وربما تصبح تساير المجتمع الذي يعيش فيه المجتمع كما هو واقعنا اليوم وأصبحت للأخلاق أخلاق رأس مالية نعم تتماشى مالية تتخذ المطلحة والمنطعة أساسا وليس العقيدة أساسا لها هذا هو الطريق الصحيح لكي نعيد الأخلاق إلى ما كانت عليك كما كانت أخلاق الجاهليين كما قال دكتورك القاضل كان عند العرب بعضا من الأخلاق ولكن الإسلام أتى وهذبها وأصلها وجعلت تعيشا وتمه نموا طبيعيا في ظل تطبيق شريعة الله وشكرا لكم شكرا أبا الوليد بارك الله فيكم دكتور هل تريد أن تعلق وأن تضيف كنت سأسألك قبل أن يتفضل حقيقة هذه العبارة يعني مركزة وعبارة مهمة جدا وهو أن حياطة الأخلاق بوازع السلطان وبقوة الدولة هو الذي يعيدها إلى مكانتها ويضمن لها الانتشار والبقاء فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن وعندما تكون للمسلمين دولة حقيقية ترعاهم وتقوم عليهم وتحرص على نشر أخلاقهم سيعود المسلمون إلى الريادة مرة أخرى إن شاء الله ونعود مرة أخرى دكتور رمضان إلى مشاهدين الكرام هيثم من مصر مرحبا أخي هيثم أرسم عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حضرتك يا أستاذنا يا مرحبا أستاذ دكتور يسمع أنا بقول بس فان الدول الإسلامية فان الدول الإسلامية فان الدول العربية الكبسي راحت والدينة راحت وقطر بتروح يا أستاذ بس ممكن بس إديها بس ما تطعنشي أنا مش شايف بلا قطر مش شايف بلا قطر وتركيا بس لوقفين في وش الناس ذي في وش الصهيمة واخدنا لك ذالي بتكلم فيه وأنا بقول لك بس سؤالين بس بعديد منك يا أستاذ ما تطعنشي أنا في قطر ومكون في قطر وطلبت مقابلة سمود أمير الشيخ تميم عشان عندي معلومات هامة شكرا لك يا أستاذ هيثم وضحت الفكرة شكرا لك أخي هيثم يعني حال المسلمين كيف أخلاق المسلم في علاقته مع العالم الإسلامي يبكي الأطفال في القدس وكثير المسائل أخلاق المسلم كيف تنظر إلى هذا الواضع دكتور الحقيقة أن الواقع الموجود واقع يعني لا يخفى على ذي عينين ولا عن ذي بصيرة ولكن هذا التغيير لا يبدأ من فراغ وإنما يبدأ من كل مستوى من مستويات المجتمع البشري والمجتمع الإنساني يبدأ من كل فرد من خاصة نفسه ويبدأ من الأسرة التي يعيش فيها ويبدأ من المجتمع الذي يعيش فيه ويبدأ من الدولة التي يعيش فيها وإلا أن الله سبحانه وتعالى وضع للتغيير قوانين صحيح وبيّنها في آيتين من آيات القرآن الكريم فقال سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وقال في آيات ثانية ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغير ما بأنفسهم فالبداية تبدأ من الفرد ولا يستقل لنا فرد نفسه وقد ضربنا أمثلة حتى من قبل الإسلام كيف يكون واحدا ويخلد التاريخ ذكرى ويؤثر في من حوله حاتم يقول مرة أخرى إذا كنت ربا للقلوص للناقة إذا كنت ربا للقلوص فلا تدع رفيقك يمشي خلفها غير راكبي أنخها وأردف فإن حملتكما فذاك وإن كان العقاب فعاقبي وغيره يقول يعني أتهزأ مني أن سمنت وأن ترى بوجهي شحوب الحق والحق جاهد فإني مرء عافي إنائي شركة يعني نأكل جميعا في طبق واحد وأنت مرء عافي إنائك واحد أقسم جسمي في جسوم كثيرة وأغزو قراح الماء والماء وهم شعراء الصعاليك وقيل قبلهم ونحن في المشتات ندعو الجفل فلا ترى فينا الأدابة تنتقر وهذا الذي اشتقى فيما بعد معنا الأدابة الدكتور القابلية كما كتب مالك بن نبي الفيلسوف الجزائري في شروط النهضة في مسألة وهي العاية القرآنية كيف في صدر الإسلام أو رسول صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق عندما كان يأتيه قوم من اليمن قوم من بلاد أخرى يأتوه متعصبين ولكنه بأخلاقه ثم يعودون إلى قوامهم مسلمين كيف كانت المعاملة معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم لهؤلاء قبل ذلك مع مشاركة محمد مرحبا بك أخي محمد عليكم السلام مرحبا أخي محمد أحيى لك طيبة وضحية لددات أحياك الله أخي محمد يا مرحبا يا أخي أقول الحقيقة هي الأخلاق أهم ما في الإنسان وأجمل ما في الإنسان ولكن يا أستاذ الكريم يعني حبد لو لا يعني تبقوها يعني يعني آت بها أولو الأمر لأنها في الحقيقة هناك قولة تقول إذا كان كما ما معنى إذا كان أبو البيت لطبيبا فلا تلهمن الأطفال إذا رقصوا نعم صحيح يا أستاذ أنا كل ما أقول أخلاق جميلة ولكن يعني الماديات يعني أتغطى تغطى تغطى على الأخلاق والإنسان لا ينظر إلا بمنظر المادة الأخلاق يعني يعني تزاوز تجاوز عليها الزمان وأنا كل ما أتغطى من خلال هذا المنظر الكريم أتمنى من الأمة الإسلامية أن تعود إلى إلى تعاطي ربها والسلام عليكم عليكم السلام شكرا أخي محمد الدكتور رمضان يعني المسلم الحاكم السلطان الإمام الحاكم هو نموذج للمسلمين والرسول صلى الله عليه وسلم سيد الخلق يا أمر في الطاع ولكنه كان كريما كان خلوق نعم يعني الحاكم العربي نعم الحقيقة كيف يمكن للحاكم والعالم معنا الأمراء والعلماء كيف يمكن أن يكون كل منهما داء نموذج في المجتمع هذا عندما كان الجميع يخضعون لتشريع السماء عندما كان الكل يسمع لآيات الله عز وجل ويطبق آيات الله سبحانه وتعالى كما ينبغي سيدنا عمر بن خطاب رضي الله عنه وهو الذي إذا ذكر ذكر العدل وإذا ذكر ذكرة القوة يخشاه حتى ملائكة الذين يحاسبون يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أنت فستسألهم يا عمر لا يسألونك إن صح الحديث فعمر ماذا كان يصنع عمر رضي الله عنه أرضاه يعني يوصب بأنه كان وقافا عند حدود الله يخطب مرة الجمعة والرجال والنساء حاضرون وحاضرات فينهى عن المغالاة في المهور فتقوم امرأة من وسط النساء وتقول أيعطينا الله ويتحرمنا أنت يا عمر ألم تسمع قوله تعالى وأتيتم إحداهن قنطارة فلا تأخذوا منه شيئا تأخذونه بهتانا وإثما مبينا يقول الراوي فلم يجاوزها عمر حتى وقف عندها وكان وقافا عند كتاب الله وقال مرة أخطأ عمر وأصابت وعندما أتاه بعض المنافقين ودخل عليه وقال أعطنا يا عمر فالله ما طوعت الجزل ولا تحكم بالعدل فهاج به رضي الله عنه أرضاه أن يأخذه فقال له ابن أخيه يا أمير المؤمنين إن الله تعالى يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وهذا والله من الجاهلين فلم يجاوزها عمر حتى وقف عندها وكان وقافا عند حدود الله فمطلوب من الأفراد والأمراء والحكام والملوك والرؤساء أن يكونوا أصحاب دين حقيقي أن يكونوا أصحاب رسالة حقيقية حتى يحافظوا حتى على ممالكهم وحتى يحافظوا على دولهم وحتى ينشروا الخير في بلادهم دكتور رمضان خميس مشاهدين الكرام فاصل قصير ثم نعود لاستكمال النقاش والتعرف على تعليقات متابعين على مواقع التواصل الاجتماعي تفضلوا بالبقاء معنا أجدد لكم التحية في ساعة صباح من هذا اليوم المبارك العظيم يوم الجمعة ونتوقف الآن مع تعليقات متابعين على مواقع التواصل الاجتماعي حيث كان سؤالنا لكم هل تشهد الأخلاق تراجعا في حياتنا المعاصرة وقد وردتنا كثير من التعليق على فيسبوك المستورد الصيني الأخلاق لا تتراجع ولكنها تحتذر نحن في حاجة إلى ثورة أخلاقية وتربوية وخاصة في مصر كما يقول صاحب التعليق معلق آخر يقول أعتقد أن الأخلاق تنتثر وستنقرض الاستعمار الثقافي الذي يقوم به الغرب بدأ يعطي ثماره تعليق آخر يقول تدني الأخلاق هو انعكاس لظاهرة التدين الشكلي التي تنتشر هذه الأيام أصبح معظم سائق الطاكسي يشغلون القرآن ومع ذلك لا يشغلون العداد ملاحظة أخرى الأخلاق مش بس تراجعت ديماتة أصلا عنده ناس كثيرة إلا من رحمة ربي وهذا سبب غياب دور الأسرة في التربية لأن أولادهم ليست عليهم رقابة خالص وغياب الوازع الديني ما فيش تقوى أيضا التكنولوجيا أثرت سلبا على أخلاقه كلمة عيب وحرام وما فيش تسمحها أصلا إذا غير التلفزيون والإنحطات يريد أن يقول أيضا نعم الفيسبوك كلهم إلا من رحم الله كلهم بيشتم في كذا حزينة والله ربي يدينا لأحسن الأخلاق هذه معلقة معلق يقول تراجعت أخلاقنا كثيرا جدا فلم نعد نرى في مجتمعاتنا سوى الفئات من الأخلاق العربية الأصيلة بل في بعض المجتمعات تصل إلى حد الإنعدام وما وصلت إليه شعوبنا ومجتمعاتنا العربية من التمزق والتناحر وحلت فوقنا المصائب من كل حدب وصوب إلا أن أخلاقنا ذهبت وذهب معها ضميرنا ومات فينا كل شيء جميل محمد فضل ود الجموس يقول الأخلاق في تراجع الملحوظ البعض يرجع هذه الظاهرة إلى الضغوطات اليومية والغزو التقافي في رأي الشخصي السبب هو بعدنا عن وصول الدين واتباع السنة المحمدية اللهم اهدنا في الطريق المستقيم عودة الأخلاق يقول أحمد تحتاج إلى العودة إلى كتاب الله وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وعودة الأسرة المسلمة إلى حدن المجتمع المسلم الطاهر السليم وحاربة الجماعات التي تنادي صراحة أو ضمنيا بالخروج على هذه القيم توجيه الإعلام توجيها دينيا والمعلم القدوة وللمدرسة دور كبير جدا في غرس القيم الأخلاقية وكذلك الرفاق رمضان لطفي عبد الرحيم يقول إن عودة الأخلاق تحتاج إلى عودة الأسرة والمدرسة والأزهر والإعلام بدوره الحفاظ على ثقافة المجتمع بقيمته ومبادئه وعلى تويتر قول تراجعت الأخلاق جدا وأصدق دليل على ما نشاهده من تعليقات بذيئة والشاتائم عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأخلاق أصبحت اليوم غائبة على مجتمعاتنا للأسف تعليق آخر نعم تشهد تراجعا كبيرا والسبب هو تركيز الأهل على تأمين الحياة الكريمة لأولادهم وتركيز المدرسة على العلم وإهمال التربية الأخلاقية تعليق آخر لازم يكون في وعي معركتنا هي معركة وعي فالأخلاق هي سمة المجتمعات المتحذرة الراقية إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن أخلاقهم ذهبوا كما قال شوقي دكتور رمضان تعليق تحتاج الكثير من التعليق وركزت على الأخلاق وتأطيرها إما الإجابي أو مثل كيف قلت قبل حين وقد ذكرت الرفق كيف ننزل أو ننزل بالأخلاق إلى مجتمعاتنا وإلى قلوبنا وإلى سلوكنا وإلى حياتنا الحقيقة يعني قبل هذا لو تعليق سريع على هذه أو يعني جامع لهذه التعقبات أرى أن الانحدار الأخلاقي طبعا الأخلاق لن تموت حتى لو انحدرت وضعفت وترهلت إلا أن هذه الأمة باقية وهذه الأمة ماضية إلى قيام الساعة لأنه قدر الله سبحانه وتعالى لكن العنصر الأساس في تراجع الأخلاق في المجتمعات العربية هو الاستبداد السياسي فالاستبداد السياسي هو يعني بيت الداء وأصل كل بلاء فالغزو الثقافي يأتي من خلاله والخوف يأتي من خلاله وعدم قول الحق يأتي من خلاله والتراجع عن النصيح يأتي من خلاله وكل شيء سببه الحقيقي والرئيس في نظري هو الاستبداد السياسي ولذلك يعني عني القرآن الكريم بشن حملة قوية على الطغاط والمستبدين متمثلة في صورة فرعون لم يترك يعني شاردة ولا وردة إلا وشرحها القرآن الكريم لكن لن تموت الأخلاق ولن تنتهي لأن بقاءها سر بقاء الأمة الإسلامية والأمة العربية ذكرت لك دكتور رمضان في بداية البرنامج هي الأخلاق وتلم كالنبات إذا سقيت بما يعني كيف نسقي الأخلاق كيف نستعدها هي موجودة أصلا فينا النزعة الخيرية ولكن كيف تصبح عاملا حياتيا معطن يوميا بين الناس الحقيقة أيضا كما صدرنا في التعريف حتى تعود كهيئة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال بروية ورفق هناك عدد من الأشياء يمكن أن نتربى عليها ويربي عليها أولادنا أولا عدم فصل الأخلاق عن الدين صحيح هناك أخلاق إنسانية وأخلاق أساسية يشترك فيها كل الناس لكن ربط الأخلاق بالدين هذا يعيدها إلى حاضرة الحياة مرة أخرى لكن لسائل أن يسأل عفوا الدكتوري يقول لك الغرب لا دين لهم مجتمع علماني كذا لكن له خلقا رائعا في المعاملات هل هو فهمنا الخاطئ صورتنا كذا أم ثمة أخلاق ربما دون دين هناك أخلاق إنسانية وأخلاق إسلامية أخلاق إنسانية مثل الإتقان ومثل احترام الوقت ومثل مراعاة أذواق الآخرين ومراعاة حريات الناس وهناك أخلاق إسلامية مثل الورع والزهد والتواضع وغير ذلك والثانية لن تأتي إلا بعد أن تترسخ الأولى فنستطيع من خلال بعض النقاط أن نقول ربط الأخلاق بالدين والتربية بالقدوة فأعظم مثال استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يربي به أصحابه القدوة كان يعني يبدأ قبل أن يبدأوا ويعمل قبل أن يعملوا يعني عندما يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم في فلاة فيقول واحد أنا يعني علي ذبح الشاه ويقول آخر وأنا علي سلخها ويقول آخر وأنا علي طبقها فيقول صلى الله عليه وسلم وأنا علي جمع الحطب فيمضي معهم صلى الله عليه وسلم كواحد منهم حتى وهم يحفرون في الخندق يعني عندما يراهم ينزل صلى الله عليه وسلم معهم ويحمل كما يحملون ويحفر كما يحفرون حتى أنطق حالهم ومقالهم فقالوا لئن جلسنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل فعندما يرى الناس القدوة مترجمة في سورة رمز في سورة قدوة أمامهم لا شك تتغير أخلاقه وكان أيضا قبل الإسلام صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين وعندما جاء الإسلام هو سيد الخلق وخاتم المرسلين أريد أن أسألك دكتور خارج أن تكون دكتورا باحثا أبا رئيسا وزيرا صحفيا مدر كيف يمكن أن تكون حسن الخلق هذه مسألة أساسية والحقيقة الأخلاق ليس لها علاقة وثقة بالعلم أريد أن أقول المنصب والصفة والسلوك قد تكون حسن الخلق لكنك عندما يدخل المدير على مرؤوسه يصبح نمرا شيئا آخر هذا الذي أريد ولذلك لا ارتباط بين الوظيفة والأخلاق أو بين العلم والأخلاق الأخلاق صفة وهيئة راسخة في النفس هو صاحب خلق حميد لأن إنسان كلما تخلى بالأخلاق كلما زادت إنسانيته وكلما تخلى عنها كلما نخصت إنسانيته فليس معنى ذلك أن كلما زاد الإنسان في العلم وكلما زادت أخلاقه هذه ليست قاعدة مضطردة ولا كلما ارتفع في المناصب كلما زادت أخلاقه الوزير السويدي أو النرويجي وزير رئيس جمهورية رئيس حكومة عفوا يمشي على دراجته ويحيي الناس ولا يغير رقم جواله إذا استوزر العكس عندنا تماما حرص صحيح ظروف سياسية ولكن في الشكل العام الخلق الحسن والمسلم وسيد الخلق كان ينام سيدنا عمر تحت الشجرة ويأتيه الممثل الدول وهو تحت الشجرة نعم هذا الحسن كيف نحافظ كيف نستعيد هذا الذي يردنا إلى الكلمة الكريمة المركزة التي قالها أخونا المتصل أبو الوليد عندما تكون هناك دولة ولها نظام ولها قانون يحمل أخلاق يستطيع الجميع أن يعيشون بإنسانيتهم وصاحب كسرى عندما رأى عمر ودولته قائمة ونائمة تحت الشجرة وهو رعيها يعني أبدى حافظ عندما قال ورأى صاحب كسرى أن رأى عمر بين الرعية عطلا وهو رعيها تحت الثرى فوق الثرى تحت ظل الدوح مجتملا ببردة كاد طول العهد يبليها فهان في عينه ما كان يكبره من الأكاسر والدنيا بأيديها وقال قولة حق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هانية أنا أنصح نعم وأولادنا وبناتنا وطلابنا في الجامعات والناس أن يقرأوا العمرية وأن يقرأوا هذه الأشعار التي تعيد للناس الخصائص البيت دكتور بالمناسبة البيت هو الخطوة الأولى في التربية دور الأباء دور الأمهات أجهزة التلفاز الآن الآيبادات والنت والعالم مفتوح ويمكن يسرق منك ولدك أو بنتك في البيت لا تدري يسرق من الإنسان نفسه أصلا نعم فهو يعني دخلت كل هذه الأشياء يعني وغزت بيوتنا وغرف نومنا وعقولنا وغزت أولادنا واختطفت منا يعني فلذات أكبادنا لكن يستطيع الناس أن يوظفوها بصورة مناسبة وتستطيع الأسرة فعلا أسرة يا اسم محمد الأسرة الألف والسين والراء تتبعت جذرها اللغوي ودلالاتها في القرآن الكريم فوجدتها تدل على الضم والجمع والرعاية والحياطة والعناية مادة أسرة يعني أسرة وهذا والفرق بين الشرق والغرب ولذلك الأسرة في العالم العربي تستطيع وهي وحدة البناء الأساسية التي يمكن أن تستخدم في إقامة الدولة الصحيحة وفي ترابط المجتمع ولذلك يستطيع الأب والأم أن يعلم أولاده معنى القيم ومعنى الأخلاق وأن يكون قدوة الأب أو الأم الذي ينهى أولاده عن الكذب ثم يراه أولاده يكذب كيف يغرس فيهم هذا المعنى هو يعلمهم خلقين يعلمهم الكذب عن طريق اللاشعور ويعلمهم الرياء والنفاق وعدم المبالاة تستطيع الأسرة أن تحافظ على الأخلاق وكما رأينا أناس ليسوا متدينين يعني ليس عليهم شارات التدين والالتزام وكذا لكن يقول الناس عنهم هؤلاء تربية بيوت يعني أولاد أصول يعني متربيين في بيوتهم فهؤلاء هم أقرب الناس إلى الوجهة الإسلامية حتى ولو لم يكون لهم شكل إسلامي دكتور مبدأ الدين المعاملة تبسمك في وجهك أخيك صدقة من يملك المال فهي تبرع يبني مسجد ويعطي هذا ومن لا يستطيع ربما يملك الأقوى هي البسمة هي المعاملة اشرح لنا هذا المعنى والمغزل العظيم ولذلك المعنى الجميل الذي تفضلت به ساعدتك في بداية الحوار أن هذه الأخلاق أخلاق إنسانية يعني كل الناس مشتركون فيها كل الناس يملكونها كل الناس يستطيعون أن يفرغوا من أخلاقهم على أخلاق الأخرين فليس بالضرورة أن أكون أميرا أو وزيرا أو علما كبيرا أو إعلاميا أو صحفيا أو مشهورا حتى يعني أعطي من أخلاقي النبي صلى الله عليه وسلم جمع هذا في نقاط مركزة يقول صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة صدقة وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة يعني لو واحد استوقفك حتى يسأل عن عنوان فدللته فهي صدقة وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة دكتور كلام طيب لا أريد أن أقاطعك ولكن الوقت يقاطعنا كلمة في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة يوم الأخلاق ويوم التين نعم حقيقة أن يوم الجمعة يعني هو يوم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمع بين الناس اليوم الذي تتلاقى فيه القلوب في المساجد هناك يعني محطات أراد الله عز وجل بها أن يعيد الأمة الإسلامية إلى مصفها منها الصلوات الجامعة ومنها الصلاة الجمعة فهناك فرصة للتزاور فرصة للتواصل فرصة للإئتلاف فرصة لسلة الأرحام فرصة للدعاء فرصة فرصة لأنه تخلق بأخلاق الإسلام نعم بكل ما تحمله الكلمة من معناه شكرا جزيلا لك دكتور رمضان خميس على حضورك الطيب استفدنا كثيرا مما قلت ونبهت وذكرت فبدعت وأحسنت مشاهدين الكرام بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية ساعة صباح في هذا اليوم المبارك من يوم الجمعة بارك الله في صلاتكم وأتقبل الله منا ومنكم وطابة أوقاتكم إلى اللقاء اشتركوا في القناة